السلام عليكم احبتي متابعي قناة كارتون شوهو اهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من سلسلة طريقة تحمل فيلم قصير بالانمي ستوديو احنا طبعا ضمن المنهاج اللي عملنا اذا تلاحظ المنهاج اللي هو هذا اه كملنا فكرة عامة ورسم الشخصيات تصميم العظام والاكشين ورسم الخلفيات ووضع السيناريو طبعا وضع السيناريو والستوري بورد احنا راح ناخده بشكل سريع حتى لا ناخذ وقت انت ترسمه يعني هاي الشخصيات الكتابة اللي انت الموضوع الفكرة اللي انت مسويه تحولها الى صور الشكل سريعه اه ممكن اه ان اه اطلح يعني مثلا هذا بهالطريقة يعني بهالطريقة رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانية تسعة يعني صفحة الاولى يعني احنا هسه راح نستخدم هذي الشخصية الشخصية اللي سويناها مع مجموعة راح يقعدون وتقصلهم قصة هو الراوي هنا راح تدخل القصة وحركات القصة يعني اذا نريد نتصفح الانترنت اه ونشوف انواع من الستوري بورد بهالطريقة هذي انواع من الستوري بورد اذا تلاحظ يعني بهالطريقة هنا المكان والبيج والصفحة اسم انت تسويها قسم يختصرها لاحظ اذا نجي للثاني ستوري بورد نشوف ان كلهن هذا بتفاصيل اكثر بتفاصيل اكثر هذا الستوري بورد هذا الستوري بورد اه الرسم يعني بهالطريقة ترسم لاحظ هو شلون جاي رسموهن يكتب ملاحظاته هاي ستوري بورد بسيط جدا من الستوري بورد الموجود الستوري بورد ايضا اللي بهتفاصيل هذا باستطاعتك ان تخلي الصورة وهنا تكتب ملاحظات حتى لا تضيع بالشغل مالتك احنا من نخلص الستوري بورد هذا نجي الى شغلتنا اللي هي تصميم المشهد سوينا الغرفة هالي وفي الدروس السابقة سوينا الشخصية نجيب الشخصية هنا او نجيب هالا السينز انو نذب هناك لا خنجيب الشخصية هنا ونشوف اشلون طريقتها نيجي للشخصية هاي شخصيتنا نيجي من ايدت منه من ال ايدت نضغط عليه ونقله كوبي لاير كوبي لاير هاي راح يجيب منه هالي اي شئ شره ها راح يجينا نصير بكوبي مو هذا الكوبي مو الكوبي الفوق كوبي لاير هالي كوبي لاير اضغط على كوبي لاير وادخل على الشينز مالجا جديد هالي ونفس ال اقل لي باست لاير مو باست لاير لاحظ باست لاير راح تجي الشخصية اجت الشخصية طبعا الشخصية اكبر كبيرة جدا احنا راح نصغرها من هذه الادات نصغرها ونخليها داخل داخل الغرفة لا حلا راح نخلي راح نخلي قاعد مثلا هنا على هذا الكرسي او نجيب لنا كرسي امامي حتى تجلس عليه هذه الشخصية هذه الشخصية نخليها بالاسفل كامل كامل عندنا كل شي هذه الشخصية هذه الغرفة وهذه الحائط الوحدة هذه الشخصية نجيبها نجيب الشخصية بس نخلي موقعها الصحيح خلي نجيب لنا كرسي الوحدة لها نجيب لنا كرسي الوحدة احنا امس كتبنا دي كاي اظن دي كاي ويطلع اذا تطلع دي كاي هالي نشوف منه من هين يصير امامية هذه الامامية نقول له اوكي راح تصير كبيرة جدا طبعا تجي هذه كبيرة جدا نصغر هاد كلش نخليها هاذا هي نخليها هنا نخليها هنا نخليها بهذا المكان بلوم ندخل هاذا من تشير ندخل هاذا من هذا خلنشوف اوكي هسه هسه اعتقد اذا نقل لكم نشوف شنو اي هاي شخصيتنا راح راح تجلس بهذا المكان شخصيتنا راح تجلس بهذا المكان هسه هذي الشخصية هذي شخصيتنا هذي العظام راح فقط نخليها على رقم واحد ونيجي نحرك بالعظام نحرك بالعظام حتى يبين هذا جالس شوي هاي الرجل احنا ما سويناها اذا تذكرون حتى سوينا هذي الساق سويناها بالأكشن بس ليش الثانية ما سويناها ننزلهن ننزلهن هذي الايد ايضا الايد تبقى احنا راح نبقيها الايد هسه كنترول ار لاحظ شلو صارت الشخصية جالسة بهذا المكان نجي هسه نجيب شخصيات راح نجيب شخصيات نخليها داخل هالهم هنا لين اكو كراسي واكوها حتى نتبين نجي من ويندوز و ونختار من عنده مثلا نختار هذي الشخصية نقل له اوكي هذي الشخصية اجتنا اجتنا احنا نصغرها الشغل كله على رقم صفر الشغل كله يصير على رقم صفر هسه نجيبها نقعدها بمكان معين خنشوف خنشوف وين نقدر نخليها نخليها هنا يا كرسي خنشوف هذا الكرسي هذا الكرسي اذا يصير يصير هذا البي يصير جو هذا الكرسي وراء اوكي هسه اذا تلاحظ هذا البوي عنا على الصفر بوي ندخل عليه بوي فرونت وهذا البوي ناخذه ناخذه شوية نخلي هناك نخلي يقاعد على ذاك الكرسي نخلي يقاعد على ذاك الكرسي ما ما راح يبين هنا هذا الكرسي نجيب لنا شخصية ثانية اذا تلاحظ السرق بمواحد هذا جلس وهذا ايضا نعتبره جالس لانه مواضح نجي خلصنا من هذا البوي نجي ايضا نجيب بعض الشخصيات نجيب بعض الشخصيات من هذه العلامة نختار شخصية ثانية شخصية شوية يكون شكلها على اقل هذي ناخذه نقل له اوكي ناخذه نقل له اوكي ايضا نجي على الصفر راح نلازم احنا على الصفر وندور بهالطريقة نجيب هنا ايضا نخلي خلف نخلي خلف هذه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كاملة يبقى عندنا الان من رقم واحد من رقم صفر نجي الى لاير راح نجيب الصوت اوديو هذا الاوديو نجي للصوت احنا حافظينا مسمينا اول هذا هو ونقل اللي دزا لنا صديقنا الصوت هو صوته يعني هذا الصوت ايجي الصوت هنا اذا تلاحظ هذا هو الصوت هذا هو الصوت ايجي هذا هو الصوت هذا الصوت راح ننطيل هاي الشخصية اللي هي تتحدث وهو الراوي الصوت من نجيبه نسوي لدبل كليك ونجي اوديو هذي مهمة الشغلة نقل اوديو نقل اوديو ونشيل هذا هذا الاسبات يقل اذا نشيل ليش لنبعدين من نسوي زوم او زوم ان راح الصوت تصير بتأثير فنشيل ما راح يتأثر الصوت ونقل اوكي هس هذا الصوت اسمه اوديو ندخل على شخصية الراوي اللي هو اسمه ما احنا مسمينا وندخل على الفم على موث مالته على الفم مالته لاحظ على الفم هذا الفم موث دابل كليك على دابل كليك على الفم تطلع لنا هاي القائمة نختار منها سويش هذا نختار هذه سويش نختار سويش راح تطلع لنا هاي القائمة نضغط عليها نختار اسم الملف في الصوت انت شا مسميه انا مسميه اول راح اختار هاي صار اول واختار واشر هالي حتى تيجي حركة الفم بين سيابيه مو فريم باي فريم لا هالي ونقله ونقله اوكي ونقله اوكي هسه اذا تلاحظ هسه صارت تلاحظ هاي الكتاب هالي هالي عبارة الكيف فريم هالي الكيف فريم هات لاحظ هن هو الصوت مالت الشخصية هذا صوت الشخصية اذا نجي هسه للشخصية تلاحظ هذي الشخصية اذا نشيل من عدها العظام حتى ما تبين لاحظ هسه راح يطلع الصوت يبين بس خلا سوي المايك على الصوت لاحظ هذا هذا هو الصوت الموجود طبعا الصوت يحتاج الى تعديل يعني حركة الفهم تحتاج الى تعديل احنا بالبداية نقدر راح عدل قليل من عدها راح عدل قليل من ها وبالصوت شلون نعدل بالصوت لاحظ ان كل كيف ريم الى اسم من اسماء الصوت احنا نجي وين نجي للصوت طبعا نجي احنا على الفهم احنا واقفين على الفهم ونجي هنا الويندوز ونجي سوي سيليكشن سوي نقشر سوي سيليكشن لاحظ طلع الفم هذا طلع الفم هذا الفم هس اول وحدة لاحظ هس هذه وحدة لاحظ السوي هذا سوي احنا يعني هذي خنشوف ممكن ممكن هاي ام هذي ام هذي نروح للام هاي ام لاحظ رس غير نحا موم كي نجي للكي ندور الكي او شغلة قريبة من الكي فم مفتوح مو هذي ولا هذي هذي نختار لاحظ تش 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 هذي شين هذي حرف الشين اللي هو خلي نختار هذي 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 هتلاحظ شوف تش 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 هن سايلن تقريبا هنسوي سايلن هذي الصوت تركب هذا تركيب الصوت ما رد أطول هذا فقط تركيب الصوت تبقى حركة الأيدي لهم هس إحنا كوننا المشهد الأول كوننا المشهد الأول انتظرونا بالدرس القادم اللي هي الحركة والرندر نرندر هذا كامل حتى نصدره فيديو وبعدين نبدأ بالقصة اللي يسولفها عن الأمرأة اللي تحلق شعارها واللي تروح للدكتور تطاعتكم لكن تصدقوا نعم تصدقوا بمالكم أو بعلمكم أو بابتسامتكم وحسن خلقكم فالله حينما يرى منكم أنكم كمتم بالتطبيق بعدما سمعتم هذا الكلام سيحبكم ويرضع عليكم ويحاقتكم لاحظ هسا اللي عنده سواء الخليصة لنا وأطلب منكم شغلة يعني يا ريت الموقع مالنا أو اليوتيوب مالنا القناة تخلوها عدكم بالفيسبوك يعني تدعونا أصدقائكم أن يجونا يعني هذا طلب من عندي إذا تريد سووا سووا ما يريد سووا براحته بس يعني قلهم اشتركوا بقناة كارتون شو وهذه القناة تعليمية ترفيهية وتنفعكم خلوها كل واحد يخليها بالفيسبوك بالانستجرام بأي مكان يعني وهذه خدمة ما أنساها لكم والله يبارك بكم إن شاء الله دعواتكم لنا بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر قناة كارتون شو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة